أبدأ دكتور مع حضرتك بأول سؤال سيدة بعتها بتقول بسأل أنا عايشة في أمريكا وكشفت هنا على أسناني وعملت أشاعد بنوراما وقال لي أني عندك أسنان مخلخلة أو ملخلخة وعندك خراك تحت بعض الدروس ولازم خلع وزرع ممكن أعرف إيه الخطوات وإيه الوقت المطلوب عشان لو حابت ننزل تعملها في مصر آه تمام الحالات دي طبعا كتير بيكلمونا يعني من برا مصر وكده بيبقى عندهم نفس تريبا الحالات دي لأنهم هناك موضوع الزراعة ده بيبقى صعب عليهم شوية وبيبقى أسهل لهم أنهم ينزلوا مصر يعني قضوا أجازتهم وكده وفي نفس الوقت يعالجوا أسنانهم بس يعني يعايزين يعرفوا بالوقت ديه وإيه الخطوات فعلا اللي احنا بنعملها عشان موضوع الزراعة الأسنان طبعا هو أول ما بينزل يعني بيبعث لي أولا الأشعة بتاعته أو اللي هي بتسأل يعني بتبعث لنا الأشعة البانوراما بتاعتها المبدئية دي البانوراما أنا بسميها أشعة مبدئية لأن هي 2D أو يعني سنائية الأبعاد ما بيجيب ليش بس غير طول وعرض أو بتبقى للأسنان أكتر يعني لحالة الأسنان لكن لو أنا عايزة أعرف بقى حالة العظم والزراعة وكده بيبقى فيها طبعا أشعات تانية متخصصة احنا بنعملها هنا برضو عندنا في مصر فبتبعث لي بس الأشعة البانوراما بتاعتها مبدئيا أقدر أقول لها إيه الخطة العلاج اللي إحنا هنعملها يعني إيه الحاجات اللي هنقلحها وإيه الجزور اللي هنحافظ عليها أو إيه الأسنان اللي هنحافظ عليها إيه اللي هنحشي إيه اللي هنركبه وإيه اللي هنزرعه تمام وبقول لها وبعرض عليها خطة العلاج فبتيجي مصر يعني بالسلامة بتقول لنا مثلا أجي في المعدد الفلاني بنا حجز لها بتيجي بتنزل بنعمل شوية تحليل وأشعات بقى متخصصة لحاجات اللي احنا هنعمل لها زراعة دكتور هنا بعضها بتقول ان هي عندها خراريج تحت بعض الأسنان هل ممكن برضو الخراريج دي تتعالج وهي لسه هناك قبل ما تيجي عشان لما تيجي هنا تشتغل وتبتدي الشغل على الطول ولا بيفضل لما حاجة تشوف الأول الحالة هو بص يا حسب الخراج لو هو طالع تحت درس مش معموله على الجزور هناك بيعملوله على الجزور وبيعالجوه بره لو معموله على الجزور قديم واصل ليسا حد يمكلمني عنده نفس الحالة بالضبط وبعيد للأشياء بتاعته ده بس ده من أستراليا يعني كمان مش من أمريكا فلاقوا برضو الأسنان اللي هي تحتها خراريج أصلا معمولها على الجزور بس حصل فلير يعني بازد حشو الجزور بازد وعمل خراج تحت الدرس وحتى حذروها بانه هو الخراج هيكبر وممكن يعمل لها انتفاخ في الوجه يعني وممكن يدخلها امرجنسي وحاجات كده يعني فطبعا هو مفروض هيبتدوا يعلاج معها بال قالوا لها طبعا لازم هيتخلها ده لازم خلع مالوش عليك وبعد الخلع هيزرع بكانه فقالتلي طيب أنا أعملي دلوقتي يعني أخلع هنا ولا لما أجي مصر وكده فقالت له لأ احنا خليكي لما تيجي مصر انت بس مغرد تأخذي أي مضاد حيوي هناك بيوصفوا له مضاد حيوي عشان خراج لحد ما تيجي عشان ما يحصلش يعني التطور في الخراج وكده ولما تيجي احنا بقى بنخلعه عشان بنخلع بطريقة مؤينة عشان نقدر نزرع يعني بنحافظ على عظمة بتاعت الفك على قد ما بنقدر عشان يبقى عندنا مكان نقدر نحط في الزرعة فما تخلعش ولا تعمل أي حاجة لما تيجي مصر ان شاء الله احنا بنعمل كل حاجة